اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من رامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إخواني وأخواتي قد تحدثت في دروس سابقة في قبل ثلاثة دروس لازلنا في سلسلة الأسباب التي تدخل الإنسان إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها فمن هذه الأسباب أيها الإخوة الحج المبرور وهنا أنبه نفسي وأنبه جميع المسلمين خصوصا الذي لم يحج في حياته عليها أن يتقي الله عز وجل فإن كان قادرا وقد أخر الحج فهو آثم أما الذي ليست عنده إمكانية وفقير وليس مستطيع فهذا أمر آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن أسباب دخول الجنة الحج المبرور الحج الذي فيه الطاعات وليس فيه المعاصي والآثام والفسق والفجور الحج أشهر معلومات فمن فرضهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله ثم قال أرحم الراحمين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب الآيات وقالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نسأل الله من فضله انظر يا أخي الكريم إلى فضل الحج الحج المبرور يقول عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة اللهم اجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من أهلها الحج المبرور قال ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله أكبر شو الحج أجر عظيم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام تابع بين الحج والعمرة كلما حصل لك حصلت لك فرصة إلى الحج أو العمرة فلا تزهد في فضل الله وجوده تقول حجين الحمد لله كثير أو اعتمرنا لا حج إلى حتى تلقى الله كلما سنحت لك فرصة في أي عمل صالح يقربك إلى الله فكما تذكر قول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى أنت ذهب إلى حج أو عمرة أو إلى الصلاة أو إلى جهاد أو إلى أي عمل صالح اقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة تجارة مع الله يرجون تجارة لن تبور يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه تجارات تنجينا من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية فالحج سبب إلى دخول الجنة الحج المبرور سبب إلى دخول الجنة ومن لم يحج عليه أن يجتهد ومن كان مفرط عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعزم أن هذه السنة سيحج لأن الأعمار بيد الله عز وجل والإنسان لا يعلم متى يذهب ويرحل ويمضي ويمشي من هذه الدنيا أينما تكونوا يدرككم الموت ولم كنتم في بروج مشيدة ولئن الموت الذي تفروا منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذه الدنيا كلها متاع غرور وأماني وما سبحان الله فترة وإذا بالإنسان قد زالت عنه كل أمنياته ومات ورحل على ما قدم من عمل ولذلك أذكر أن رجلا كان يقول دائما لابنه يطلب منه حاجات أن يرسله يقول أنا مشغول 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 فيوم الأيام يعني غضب الأب وقال له تعال اليوم لابد أن تأتي وقال إن شاء الله فركب معه في السيارة وقال إذهب هذا الطريق يمين يسار كذا وإذا به قد أخذه إلى المقبرة قال يا والدي هذه مقبرة قال دخل دخلوا نزلوا واخذ يتمشى بين القبور قال يا ابني هؤلاء كلهم ماتوا ولم ينجزوا كل أعمالهم كل كان عنده مشاغل أمور لم تنتهي الحياة لا تنتهي والأمان لا تنتهي لكن العمر ينتهي ويفنى وستلقى الله عز وجل وستلقينا الله عز وجل كل سيلقى الله بعمله ويا صحيفتك املأها بما شئت إن فعلت الخير ملأتها بالأجور العظيمة وستقف أمام الله عز وجل ويسألك ماذا فعلت فتقول آمنت بك يا رب وبرسولك وعملت الصالحات لوجهك فإن كنت صادقا فست بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وإن كان الإنسان كاذبا خسر خسرانا مبينا فإذن العمل الصالح الله الله بالعمل الصالح ومن الأعمال الصالح التي تدخل الإنسان الجنة وهي أعمال يسيرة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة بعد صلاة الفجر بعد الظهر بعد الأصور بعد المغرب بعد العشاء الحديث الذي رواه الإمام النسائي أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دمر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فانظروا إلى فضل الله آية تقرأها بعد كل فرض تكون سبب في دخولك إلى الجنة قال من قرأ آية الكرسي دمر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فلنحافظ على هذه السنة العظيم وهي قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة نقرأها ما تأخذ دقيقة سبب إلى دخول الجنة كذلك من أسباب دخول الجنة ما جاء في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يقول أول ما رأيته قال هذا الدعو هذا الحديث قال فلما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذب يقول يقول أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنا هذا لم يكن مسلم يقول أول ما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذب صلوات الله وسلامه عليه فقال تلك الكلمات العظيمة أيها الناس أفشوا السلام إذا دخلت مكان تسلم يكون لك أجر عظيم كذلك المرة دخلت على نسوة تسلم تقول السلام عليكم ولا ندخل نقول مساكم الله بالخير هذا نقوله بعد السلام وإنما تحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليكم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال عشر ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وقال عشرون يعني عشرين حسنة دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله عليه وقال ثلاثون أخذ هذا هذا ثلاثين حسن أخذ عندما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي قال السلام عليكم أخذ عشر والذي قال السلام عليكم ورحمة الله أخذ عشرون حسنة فواحد أخذ عشر واحد أخذ عشرين واحد أخذ ثلاثين فبعض أهل العلم قال هذا أخذ عشر وهذا أخذ عشرين وأخذ ثلاثين بعض أهل العلم قال هذا خسر عشرين حسن الذي قال السلام عليكم أخذ عشر وفاته عشرون حسن والثاني الذي قال السلام عليكم ورحمة الله هذا أخذ عشرين صحيح لكنه خسر عشر أما الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ ثلاثين حسن هذا فضل عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام أطعموا الفقراء محتاجين إخوانك الآن في غزة محتاجين تعائك محتاجين دعمك محتاجين كل ما تستطيع أن تنصرهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إخواننا من أهل التوحيد ومن أهل الصدق ومن أهل الاحتماد على الله يقاتلون أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين وصلى الله أن ينصرهم نصر مؤزرة وأن يحفظهم وأن يجعلهم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية صلى الله أن يسدد خطاهم وأن ينتقم من كل عدول الإسلام والمسلمين فأطعم الطعام لك أجر عظيم تطعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن ما نطعمكم لوجه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ على الإطعام فيه أجر عظيم تطعم جيرانك تطعم الفقير تطعم لك أجر قال وصلوا الأرحام لا تقطع رحمك اتق الله صل أرحامك وابتغي وجه الله وإن قطعوك فاصلهم لله ثم قال وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أقم الليل وادعوا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى روحه الرحيم صلى الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة شكرا للمشاهدة